اهلا بكم على قناتكم قناة دروس الماني اونلاين ولو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك وما تنساش تفعل زرارة الجرس عشان يوصل لك كل جديد وده فيديو جديد وانا اسمق جويلي ويلا بيننبقي درسنا النهاردة درس جديد ولكن مش مختلف احنا تكلمنا كتير جدا عن الافعال اللي بتيجي معها اكوزاتيف او داطب لان ده كان في خيالنا انه هو ده الطبيعي انه فعل فهيجي بعده المفعول به هيكون يا منصوب يا مجرور النهاردة بقى درسنا عن فعب مت نوميناتيف فعب مت نوميناتيف زي ما انتوا فهمتوا كده افعال بتيجي مع حالة النوميناتيف طب ازاي افعال يجي بعدها النوميناتيف اللي معرفش عن النوميناتيف هي حالة الرفع ودايما بتيبقى حالة الفاعل فازاي فعله يجي بعده فاعل او ازاي فعل يجي المفعول به بعده في حالة الفاعل حاجة غريبة جدا لكن الموضوع مش غريب هو سهل جدا وانا متأكدة ان الافعال دي كلكم عارفينها خلينا مع بعض نشوف اصلا تقسمة الجملة الالمانية بمثال بسيط جدا اول حاجة بنقول دي جملة كاملة نقسمها دي ايه ده الفاعل اللي بيبقى في حالة النومنتيف طبعا جات هنا هو الفاعل مت حرف جر ايه هي زي في حالة الضاطف عشان مت بيعمل ضاطف ايش بتسيغن هو باقي الفاعل لان ده فاعل ايش بتسيغن جاهن فاعل منفصل لكن اللي يهمنا في الجملة دي هي الفاعل فين الفاعل هنا لفحالة النومنتيف دايما طيب بايش بيل تاني احنا خدنا القطر وسفرنا بيه الى برلين فين هنا النومنتيف اللي هي الفاعل اللي هي فيا فيا اس دا زوبيكت داس هاوس شتيت دي غيكت امشتغن داس هاوس شتيت دي غيكت امشتغن يعني المنزل يقع على الشاطئ مباشرة هنا برضو فين النومنتيف هو هو الفاعل هو داس هاوس طيب النهاردة باي احنا هنتكلم على باب متزفاي نومنتيف اجان سونجان يعني ايه النومنتيف اجان سونجان يعني التكملة بتاعته كمان بيكون في حالة النومنتيف في حالة الرافع ما بتتنصبش وما بتتجرش طبعا كل الكلام النظري ده بيبقى صعب جدا بس في الطبيق هتلاقوه سهل جدا ايه هي الافعال دي هي افعال زي زين فيادن بلايبن هايسن الفعال دي بيجي معها تزوبيكت عادي جدا طبعا ما فيش اي جملة في اي لغة في العالم بتيجي من غير فاعل اصل الجملة فاعل حتى لو ما كاملناش لمفاولهم بيه اصل الجملة فاعل فالافعال دي هي طبعا بيجي معها فاعل لكن ما بيجيش مفعول مش بس كده تكملة الجملة اصلا اللي هي اسمها بتكون كلها في حالة الرافع خلينا ناخد بيجبيل يعني الراجل ده عبيد الراجل ده احمق اه فين هنا الزوبيكت ده من ده من هو الزوبيكت زين هو الفعل وزي ما احنا قلنا فعل زين بيجي معي فاين ايديوت برضو في حالة الرافع احنا قلنا اين ايديوت ما قلناش مسلا اين او اين ايديوت هي صفة معنى زي ما قلنا احمق او عبيد او تيفه او غبي اه بفعل بيجبيل تاني زين دي فيا هي زي شا زين دي فيا هي زي شا يعني هل نحن بامان هنا هل نحن هنا قاعدين في امن وامان هنا الزوبيكت دي فيا الفعل زين زي شا هي صفة بمعنى امنين طيب باي شبيل بقى على الفعل فاعدن ماينزون فيا دا اين بي quot. ماينزون يعني ابني سيكون طيور ماينزون فيا دا اين بي quot ماينزون هي الزوبيكت فحالة النوم نتيف وكمان اللي هي معنيها طيار كمان هنا فحالة النومنتيف. معنى انك هتبقى اعمى. يعني هتعمى بالشكل ده. هستصبح اعمى. يعني احنا تعبنا او احنا مجهدين او احنا لقد اصبحنا مرهقين. طبعا احنا ملاحظين ان اغلب الجمل دي اه عفوا اغلب الافعال دي ما بيجي معاها صفات دايما او بتوصف حالة. لكن حتى زي ما قلنا مسلا اول جملة خالص دي كانت مش صفة ده اسم اللي هي طيار. لكن برضو جات في حالة النومنتيف. اخر فعلا معنا وهو ايه بلايبت اين لغة. ايه بلايبت اين لغة. يعني هو مازال معلم يعني مغيرش الوظيفة بتاعته ايه بلايبت اين لغة. حنا لزو بيكت ايه? وكمان اين لغة جاية في حالة الرفع عادي جدا. ما جاتش مسلا اينن. ولا مسلا اينن. لا هي اين لغة. في حالة الرفع عشان الفعل ده ما بيعملش مفعول به وما بيجيش معي اكوزاتيف ولا ضاطف لكن بيجي معي النومنتيف حالة الرفع. برضو ممكن اقول مواجن بلايب ايه ام بيغو. مواجن بلايب ايه ام بيغو. هل هنا فعل هو اللي عمل ام بيغو طبعا ام بيغو دي اختصار لأ هو الفكرة ان حرف الجر ان بيعمل ضاطف لو بمعنى فيه. فهنا ملهاش علاقة خالص بالفعل لكن الجملة جاي مع حرف جر فلازم الكلمة تتجرد في حالة الجر. تبقى اختصارها ام بيغو. طيب هل درسنا خالص على كده? لا. في ملحوظة مهمة جدا جدا لازم تعرفوها. ان الافعال دي مش دايما هتكون الجملة كلها في حالة النومي ناتيف. الافعال دي عادي جدا ممكن يجي بعدها اكوزاتيف معقولة طيب ازاي او امتى يجي معها اكوزاتيف في حالة واحدة بس. فان دي فابا مت. مت اينا مانجا. مانجا معناها المقدار او الكميات اللي هي العرض اللي هي ما بنستخدمها عشان نعبر عن مقدار او وزن او عرض. عرض دي بتشمل طبعا معنا المسافة. او عن وقت. في الحالة دي اللي بيجي معيها. في الحالة دي بيجي بعدها اكوزاتيف مش نومي ناتيف. والسؤال هنا في غاجة است وبنسأل عن الجملة دي يعني كم المدة كم وزنها لذلك عشان كده في الحالة دي ما ينفعش تبقى الجملة عندي كلها نومي ناتيف. طيب ناخد مثال عشان القعدة تثبت. يعني ارتفاع الخزانة. الخزانة دي اللي هي معناها الدولاب بالمصري. متر واحد. دي اشغانك استاين اين مش اين. متا هوخ. ارتفاحها متر واحد. اعبة دي اشغانك استاين. التا شغانك. لكن الخزنة دي او الدولاب ده دولاب اديم. هنا عشان ما ما ارتبطتش بكمية او بوزن او بطول او بعرض او بالحاجات دي او بوقت. وجات معيها صفة عادية فجات في حالة النومي ناتيف عادي جدا. ده الفرق. ان هنا بنتكلم عن وحد الطول دي اشغانك استاين متا هوخ ارتفاعه متر. فتيجي معيها اكوزاتيف. صفة عادية جدا. تيجي النومي ناتيف عادي استاين التا شغانك. يعني هو ما كسف المستشفى شهر. طبعا احنا اخدنا جملة زيها بالزبط بس كانت على حاجة تانية لما قلنا يعني هو فضل مدرس زي ما هو. كانت عادي خالص وجاية معها نومي ناتيف. وكل حاجة هتيجي بعد فعل ما لهاش علاقة بيه. الزمن او اه بالوزن بالمساحة بالطول برضو هتيجي في حاجة النومي ناتيف. اخر حاجة. يعني الطاولة دي طولها تمانين قدم. طيب لو انا نسيت يعني انا نسية هي بيجي معها الوزن وايه كمان والوقت وايه كمان نشوف الجملة دي هل لو هنسأل عنها هنسأل بيه لو فعلا هنسأل بكده بايه المدة او ايه الوزن يبقى المفعول هنا في حالة الاكوزاتيف مش في حالة النومي ناتيف. اه وهي دي الحالة الوحيدة بس اللي الافعال دي بيجي معها اكوزاتيف مش نومي ناتيف غير كده هي طول الوقت في حالة رفع. وطبعا يستحيل يجي معها ضغطي بغير لو في حرف جر وبيبقى مش بسبب الفعل بسبب حرف الجر. بس وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا. واتمنى يكون كان فيديو مهم بالنسبة لكم. لقيتوا فيه معلومات مهمة. متنسوش لو عذابكم الفيديو تدعمونا بلايك وشير وتستنونا في الفيديو كتير.